استشد مصور صحفي بنيران مجهولين في بغداد وعثرت قوات أمنية على جثته مرمية على طريق القناة العامة شرقية العاصمة وقال مصدر أمني المصور الصحفي سامر عليشكارا الذي يعمل في قناة الحر العراقية الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية تعرض لإطلاقات نارية في منطقة الرأس قبل أن ترمى جثته على طريق عام شرقي بغداد فيما دان المركز العراقي لدعم حرية التعبير استشهاد الصحفي سامر مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح تحقيق فعلي لتقديم الجنات إلى العدالة وبشكل عاجل